التوحيد الثالث توحيد الاسماء والصفة واذا توحيد في غاية الاهمية يستغرق الحياة كلها ربنا جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما مئة الا واحدا من احصاها دخل الجنة ربنا جعل لنفسه تسعة وتسعين اسما علمها من علمها وجهلها من جهلها واختلف الناس في عدد الاسماء وحصر الاسماء احنا بنقول كل واحد له رزقه في حاله مع الله كل واحد له رزقه في حاله مع الله المواهب والاعطيات أبى الله أن تأتي إلا فجأة لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد ربنا جلاله تعالى بيعطي عبده هبات وإكرامات ولطائف وعطايا ومنح وحوافز يعطي من يستحق ومن لا يستحق ويعطي من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى لا حرج على فضل الله هذه العطايا منها أن يعرف الله عبده أسماء يتعبد له بها مش أسماء مخترعة من الكتاب والسنة ربنا بيدل عليها بيعرفوا إياها بيوفقوا لاستخراجها من الكتاب والسنة من قال الله وقال رسول الله فالأسماء والصفات توقيفية لا يجوز أن احنا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبقى بتستخرج الأسماء والصفات من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الأسماء مهمة جدا الصفات مهمة جدا وزي ما قلنا إن التسعة وتسعين اسم ليه عشان تلاقي في كل لحظة من لحظات حياتك اسم تتعبد للبي وإنت مريض تلاقي اسم الله الشافي وإنت ضعيف تلاقي اسم الله القوي المتين لما تكون أنت فقير تلاقي اسم الله الغني المغني لما تلاقي نفسك مظلوم الحكم العدل القادر القاهر القهر لما تلاقي نفسك مزنب الغفور الرحيم الودود التواب الكريم وهكذا كل الأسماء في كل لحظات حياتك أي وقت تحتاج تلاقي اسم من أسماء الله تتشبس به وتلهج به ذلك كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا آمين توحيد الأسماء وصفات بيفيدك أن أنت حياتك دي مركزة جدا مع الأسماء وصفات أنك أنت دايما بتقول يا رب أنت الشافي شفيني يا رب أنت الكريم أعطني يا رب أنت الحاكم العدل انتقم ممن ظلمني يا رب أنت القوي المتين قوي في رضاك ضعفي إلى آخره إنك على طول متعلق باسم من أسماء الله فأسماء الله وصفاته هي حياتك هي حياتك اللي أنت عايشها وعشان كده قلت لك كتير نصيحة لوجه الله إنك لازم كل يوم يبقى في آية من القرآن أنت عايش معها في حال أنت عايش معها لو كيف حال قلبك مع الله هل قلبك رطب بذكر الله قلبك مخبت عايش حال السكينة عايش حال الطمأنينة عايش حال الرضا عايش حال الصبر كيف حالك يبقى أنت عايش مع آية من من كلام الله وعايش حال وعايش مع اسم من أسماء الله الحسنى اسم من أسماء الله الحسنى الاسم ده مسيطر على دماغك وعلى فكرك وعلى تعلقك عمال تنادي به وتنادي به وتسأل به